السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومارحبا بكم في قناة تعليم راندا مع ام نعمة اليوم ان شاء الله سنوري لكم انواع ديال الدرس بالنسبة الى كملتوا جلابة او لقف طان وما زال حيلا في الدرس فدخلوا وشوفوا الفيديو ان شاء الله ستلقوا الدرس اللي يعجبكم و ستلقوا حتى الطريقة كيفاش تخدموه فبقوا معي بغيت سنوريكم اخواتي قبل ما نبدأوا الفيديو بحال لا نفترضو هذا والفيديو بحال ده من اللي ستكونوا تشوفوا فيه ستبغيوا هاكوا تعرفوا الدرس كيفاش كي تخدم انا يا اما نحطوا مليكم هاكوا في صندوق الوصف بالنسبة لصندوق الوصف اخواتي تجيل هنا قدام العنوان ديالفيديو كين هاد السهم او لاشي موثلات كتضغطوا عليك اطلع لكم صندوق الوصف وهذا هراك نحطوا فيه هاكوا المعلومات على الفيديو وبحال هاكوا لبغيتوا ادخلوا انتم الفيديوه ديالقناة كاملة تجيل هنا هاد الدائرة اللي مكتوب قدامها الاسم ديال القانة تتضغطوا عليها بحال هاكوا سوفوا تجيل هنا تطلع لكم هاد هي القانة كاملة تجيل هنا يالفيديوهات تتضغطوا عليهم كي تطلع لكم كالفيديوهات اللي كين في القانة وما هادو كتبقوا تقلبوا حتى كتلقوا ديك شي اللي بغيتو اولا بحال هاكوا لكانت شي زوا قدرنا فيها المراحيل بزيف بحال هاد الراندة العصرية كندرت فيها شحان من فيديو عندما تتدخلوا بهذا الطريق اللي وريد ليكم كتلقاوها الجزء الليول وراه الجزء الثاني بحال هاكوا تنقوم تبع الاجزاء حتى كنكملوا الزواقها وبالنسبة اخواتي المنتجة فراهو هاد المنتجة كتضغطوا عليه وكتدخلوا بحال كنا نحاط لكم شي رشما ولا شي حاجة وبالنسبة اخواتي للرقم ديال واتساب كديو الاخر هاكوا لهاد الكتبة الاخرى اللي هي الوصف ديال القاناة كتضغطوا عليه وكيطلع لكم الوصف ديال القاناة وهنا فين كتلقاو الرقم ديال واتساب انا حاط هاد الرقم هنا ايا وبزاف ديالاخوات را كيحطوهم مهم هاد شريكين اخواتين كمنوا دابا ان شاء الله الفيديو نبدو بهذا الدرس ديال يمكن لكم تخدموه مع اي راندة في هالقورميد انا هنا خدمتو مع هاد الراندة في نصف توك يمكن لكم تخدموه حتى مع الراندة ديال القورميد لطول الجلابة او للقفطان مهم هاد الدرس بالعقيق دا بغن دوزول هاد الدرس حتى هو في القورميد ولكن بالعقيق انا هاد الدرس طلبتو لي واحد الاخت ان شاء الله غنحط لكم تطبيق ديالو ورا هاد الفيديو كين هاد الدرس ديال تيج بالعقيق حتى هو بالالوان او او الان درتو مع هاد دا القرآن게 مع هاد دا القصريه بالالوان يمكن لكم تخدموه حتى بلون واحد وهنا اف هاد المقرآن build بالعقيق شبته يخبرو تيجي ته وزوين درتو مع هاد العاندة ديال الجاكار كين هاد الدرس ديال تيج بخضون بالعقيق مخضوه بجوج الوان يمكن لكم تخدموه حتى بلون واحد او كين هاد ريز هاده خفيف حال ها كله بغيتو شي حاجه خفيفة بالعقيق وكي نحتى الراندة اللي كتجي معاه يمكن لكم تنزلوها على طرج اللابة او للقفطان بالنسبة الهنا خدمتها في قفطان ان شاء الله مني غنكمل وغادي نوريه لكم وكي هاده الدرس هاده اللي مخدم براندة الفاراشة تيجي شوية كبير وتيجي زوين مخدم بجوج الوان يمكن لكم تخدموه غير بلون واحد وديروه مع اي راندة فيها الفاراشة هاده الراندة هادي تيجي فيها الفاراشة بالعقيق تيجي تيجي زوينة وكينا الخرى اللي بالعقيق تيجي نفس الصورة وبنسبة لهاده الدرس راه صار حتي طلب بزيف هاده الدرس الدرس ديال القرنفلا او اللي كي يسميه المجيف مع هاده الراندة ديال القرميت وكين هاده الدرس بالعقيق كي يجي مع الراندة بالعقيق خصصا هاده الراندة اللي على شكل اسهم انا خدمتو معكم اخوتي بواحد طريقة جديدة وسهلة وممكن لكم تخدموه مع اي موضيل فيه العقيق كين هاده اللاقية تحتلف في ديال السنينات بالعقيق هاده درس مضوبل تنسميه الاقواص مضوبلة خدمتو في جلابة بقفطانها يمكن لكم تديرو هاده الدرس حتى مع هاده الراندة هاده تجي نازلة من الفوق حتى اللي بتحت او لنفس الراندة كينه في نصف توق انا خدمتها هنا في هاده القفطان اللون في اللون تجي على هاد الشكل وكين هاده الدرس هاده احتوى مختم بالالوان الهارام فوقه سنينات واعود ندوز نقوس من الفوق ممكن لكم تخدموه احتوى بلون واحد انا درتو مع هاده الراندة هادي ديال الفراكة ومفروقة من الوص بسنينات مهم جا هاده الدرس مع هازوين هاده الدرس ديال تاج لون في اللون من كليكم نديرو هحتوى بجوج الوان درتو مع هاد الراندة ديال القوزة واللوية في جناب وهاد زواق اخواتي اللي كيل الوسطي للكوكياجة مخدمة فوق عقيقة الصراحة وخامة واضحةش في الصورة هي مباشرة كتبان حسن كتجي ديال عقيدة طالعة فوق الزواق تجي زوينة وبالنسبة لهاد الموديل موديل خفيف هاكو اللي بغيتو تديرو اللي بنيات السبولة وفيها هاد 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 العقيق هاد هاد العقيق اخواتي رمخدوهم فراندة ماشي حتى سرينا وزوقنا بي من الفوق كين هاد الدرس هتا هوتي يجي بالالوان لو بغيتو تديرو هاكم عشي مودي بالالوان اولو ديرو بلون واحد كين هاد الدرس بالصم الى كان عندكم هاكو التوب في الصم او اللخات منش موديل في الصم دخلو اخواتي باش تشوفوا الطريقة كفاش نخدمو بالصم بلا ما كيتحل صراحة كتجي ساهلو زوينة كين هاد الموديل هاد ديال هاد الموديل هاد اللي تعتم غلفة هاد درس بالعقيق قدرتو بجوج الوان ديال العقيق هاد الدهبي والفضي ممكن لكم ديرو مع اي توب في الصم البيض او الاصفار انا هاد رفيها غير الصم البيض ولكن انا ندخلت البيض صفر جزوين درتو مع هاد دران ده هادي ديال العقيق وهاد الدرس راها دائما كنخدموه ودائما كي بقيبان زوين وبزاف الاخوات كي بغير هاد الدرس بحالكو كي يجي خفيف درس المغلف كي يجي متناسق مع هاد دران دا المغلفة وكين هاد الدرس ديال المتكي تيجي بالالوان او للمنشار شحالة درا كنا تنقرولي المنشار قدرتو مع هاد دا الران دا بالالوان الران دا اللي عبارة على اشكال هندسية انا كنت طبقتها معاكم في القناة هاد الدرس كبير بالعقيق كنت خدمتو معاكم تيجي كبير شوية وفيه العقيق هاد الدرس راه كين منشحال هادا تيبقى دائما يبان زوين وراه طلع في الخدمة دا غير كي تخدم كنت درتو مع هاد الران دا هادي ديال الجاكر شفتوه تيجي صار حزوين جلبة بقفطانها حتى هاد الدرس يمكننا نديروه معا الران دا اللي عبارة على اشكال هندسية انا درت هاد الدرس في الالوان وفي هاد درت هاد الدرس المهم لابغينا هاكو نديروه الدرس في الالوان راكينا بزاف اخواتي وهاد الدريس هادا خفيف بالعقيق انا طلبت ويجي واحد الاخت كانت قلت لي بانا كتخدم القوس وكيتنا مهم انا درت لكم هاد الطريقة راكي بقى القوس واقف ما كيرجعش للور وحتى هو في العقيق وبالنسبة لهاد الدرس هادا اللي في الكمام راه جا تابع للران دريدرنا في الكمام خدمت معاكم الكمام بهذا الطريقة هادي اللي هي طريقة جديدة وهدي خلاص هاد ران دارة كنت درتها معاكم عبارة على قلوبة هاد الدرس هادا درته معاكم اخوتي بلون واحد ودرناه حتى بجوج الالوان هو الاهرامات وبينتهم سنينات تيجي وصارحة زوينين هنرى اللون وفي اللون شفتوه تيجي زوين هنا خدمتو بالخيط رأى ثلاثة الشارت هاد الدرس تيجي كبير وتيجي عامر يعني بحال درتو الران دا بحال هاك واك تيجي الصارحة زوين هيا دي الصورة دي الفيديو اللي كنت طبقت معاكم هادا الران دا اخوتي دي لجاكا رحتها كملت الران دا عد نبت العقيق باش يبقوا دوك المربعات يبانو مقاعدين والعقيقة تجي الوسط مشي بحال من اللي كنخدموها مباشرة في الران دا بمعنى هدي الطريقة اللي كندير حتها كنخدم عد كننبت العقيق هاد زواق هادا دي السبولة تيجي حتها وزوين كين هاد الدرس اخوتي راه كبير بجوج الوان وكين هاد الدرس معمر باقى ان شاء الله غنعود معاكم بتطبيق دير هاد الموضيل ولكن غنديرو معاكم بطريقة جديدة وغندير فيه العقيق غير تيسر الامور ان شاء الله غد نديرو معاكم وهاد الدرس راه ديال المنشار حتى هو تيجي بجوج الوان وبالنسبة لهاد الدرس اخوتي راه الدرس ديال الجيج كندرتو مع هاد الران دا ديال العقيق بجوج الوان هاد هي الران دا حتى هاد الران دا يمكن لكم تديروها لبنية صغار رات جيزوينة بالنسبة لبنية صغار اديروها غير في نسبة توق كين هاد تريس هاد خفيف بالعقيق وطلع دا غير كييطلع هاد الدرس درتو مع هاد الران دا ديال الورضة القوزة وجناب اللوية بالعقيق الوسط درت هاد الورضة هاد جيزوينة هاد القفطان هو هاد كيبعن كامل الوسط جيلا بعد ديال الياجورة وفي الجنب كين هاد القفطان هاد بالعقيق كين حتى هاد الدرس بالالوان تيجي مع الران دا بالالوان يمكن لكم تديرو حتى بلون واحد انا كان درتو مع هاد الران دا هادي اللي عجبت بزيب ديال الاخوات وطبقوها وداروها الاخوات حتى في التوب ملون وجاد زوينة هاد هي الران دا اللي طبقت معكم مؤخرا الران دا ديال الزليجة بالالوان درتها معكم طريقتي اللي هي طريقة سهلة واي وحدة يمكن لي تخدمها قبل ما يبقوا نقصوا لها العيون او لي تزادوا كان درت معاكم الجزء اللوور كيفاش تفتحو نصف الطوق ودرت الجزء الثاني بدينا في ها الزليجة وكملناها في الجزء الثالث ودرت معاكم حتى الفتحة ديال العنق كين هاد الران دا كان نخدموها سامبل والوسط كان خدموه قوزة صغيرة وكان زوقوها من بعد كتعطينا هاد الشكل هاد الران دا ديال القورميت مزوقة من الجناب في نصف الطوق يمكن لكم تديروها حتى ها قوة صغيرة نزلوها على طول جلابة او للقفطان هاد ران دا ما عريداش بالزيف بالعقيق العقيق ها مخدوم في الران دا وكي جي طالة ران دا تلقسهم بالعقيق بجوج الوان على طول جلابة ودرتها معاكم حتى في نصف الطوق هاد الموديل درتليه تطبيق ديالو غير القوزة وهي مزوقة من الوسط بزواق الساهل ومسيط ولكن الشكل تيجي رائع هادي ران دا كان نخلي فيها واحد اللي عوينت في جناب كان زوقوه هاد الزواق اللون مختلف وجد زوينة هادي الران دا ديال الفراكة بالالوان بدرتها معاكم اخوتي بطريقة اللي هي جديدة وسهلة كتخليو مربعات خاوي وعد من بعد كتديرو هادوك العقايدات هادي الفراكة في نصف الطوق مخدومه مع الران دا في نفس الوقت جلابة بالتوب ديال الدين مخدومه بران دا الدفايرا بالنسبة لهاد جلابة اخوتي درت معاكم واحد الشكل في نصف الطوق يعني قطعنا جناب دوزنا معا محتاهم الران دا الدفايرا هادا موديل تيجي لطول جلابة او للقفطان اللون في اللون على شكل وريدة او اللفاراشة بقى ان شاء الله غندير لكم الدرس اللي غيجي متناسق معاها هادي ران دا سامبل في جناب كنخلي واحد العوينات وكنزوقوهم من بعد كين هاد الموديل هادا تيجي حتى هو بالالوان كنت طبقته معاكم موديل جديد والاول مرة في اليوتيوب وصفية تيريكين اخوتي كنت في الول با غنوري لكم غير الدرس ولكن وريت لكم حتى الران دا نتمنى الفيديو يعونكم حالها كل بغاية تختار وشنو تخدمو في الجلابة او للقفطان ما تنسوش اخوتي فعلوا الجرس ضغطوا لزر الاعجاب لما مشاركة شتشارك مرحبا بكم كامي في قناة تعليم ران دمعة او منعمة وشكرا لكم سلام عليكم تلقاوا في فيديو اخر ان شاء اشتركوا في القناة